اشتركوا في القناة وإلقاء المشاهدين في الواقع يكون لديك مشاهدين ملائف إلى عشرة مشاهدين وهذا يمكن أن يحللون نوعية الوقفة الصوت، التون، البيتش وكل شيء يمكن أن يحكم إذا هذا المشاهدين هو جيد أو جيد سارة، ممكن أن تقول لنا ما الذي أعطيك الفكرة أن تقوم برنامج مثل Standing O? أنا حالياً أدرس في جامعة الأمير محمد بن فهد وإلاحظت كثير من الطالبات عندهم مشكلة في الخطابة وعندهم مشكلة في إلقاء الـ Presentations والمشكلة هذه تكبر إذا كان الـ Presentation باللغة الإنجليزية لأنها لغة يعني مش متمكنين منها يحتاجون ممارسة ويحتاجون خبرة في إلقاء الـ Presentations وفن الخطابة في الـ Presentation هل هناك أي شركة أو تعاون بينكم وبين أي من الشركات أو الجامعات الموجودة في السعودية لتجربة هذا البرنامج؟ لتجربة، أيوه، تعاقدنا مع جامعة الأمير محمد بن فهد نحن نستبدل كورس الـ Oral Communication لجزء من الطالبات أو الطلاب ونعطيهم بدلاً الـ Software Standing Go ونشوف إيش الفرق بين أول سمسر وآخر سمسر وهل هفادهم؟ كيف تحسنوا منا؟ هل the execution يعني of the software itself؟ هل يعمل بطريقة جيدة أو لا؟ طيب، ويبدو أن البرنامج يعني كبير جداً يبغى لكمية هائلة من البرمجة والتطوير والـ Graphics Design وكل هذه الأشياء ممكن تترحيلنا كيف فريق العمل يتكون من كيف التنظيم حقه وكيف الـ Structure حق فريق العمل الموجود عندك حالياً؟ فريق Sending Go مقسم إلى ثلاث أجزاء في جزء الـ Artistic أو Design Group نقدر نسميهم، اللي هم جاي من Graphic Designers, Interior Designers ومقسمة 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 وفي الـ Business Group اللي هم اللي يتعملون مع الـ Public Relations، HR، Business & Administration وفي الـ Technical Group اللي هم اللي هم اللي يتعملون اللي هم اللي تعملون وكودين طبعاً ومتنعوا الـ Software أحد المبادرين في السعودية، ما هي أكثر العقبات أو الصعبات اللي واجهتيها شخصياً خلال تطوير ومتنعوا الـ أصعب شيء إلى الآن كان الـ Execution الـ Building الـ Software وكتابة طبعاً البرمج نفسها والـ Algorithms والـ Codes صعباً أن نحن نلقى الشخص المناسب أن يبني لنا شيء بهذا التعقيد أنا أتوقع أن بنواجه صعوبة بالـ بالـ Funding أن نحن نلقى أحد يدعم هذا المشروع بس إن شاء الله في الماضي سنجد واحد وحالياً هل أنتم تستخدمون الموارد المالية الخاصة فيكم لتطوير البرنامج هذا؟ طبعاً إلى الحين ما في ما في ولا شيء من الأشياء اللي نقدر نسويها أو تحتاج موارد طبعاً مالية عالية كل الأشياء تكون أشياء بسيطة وهي الفيديو طبعاً وفيديو يشرح ما هو Standing You بالضبط والـ Programming لا يحتاج أي موارد مالية فإلى الآن نحن لا نستخدم الموارد وكونك إمرأة سعودية هل هذا الشيء كان له تأثير سلبي أو إيجابي أو لا تأثير على المشروع؟ بصراحة إلى الآن ما لا تأثير الحمد لله بس إن شاء الله بالمستقبل يكمل كده ما لا تأثير وممكن تعطينا توقعين متى في الوقت إنكم تطلقون مثلاً تبدون تجربة برنامج مع جامعة الأميرة محمد بن فهد؟ تقريباً إن شاء الله في خلال ثلاث إلى أربع شهور لسه طبعاً لسه إحنا ونات شور بس إن شاء الله في بداية الصيف نبدأ تجربة الـ Project شكراً سارة أو شكراً للمحادثاتك معنا شكراً إلى السابق وانستملنارك توفيق مع السلامة شكراً شكراً